هذا وشهدت الأونة الأخيرة زيادة ملحوظة في نسب ومؤشرات الحالات القائمة بفيروس كورونا جراء تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية هي علاقة عكسية لا بد من التنبه لها في مواجهة فيروس كورونا فكلما انخفضت درجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ارتفعت أعداد المصابين إلى أن الزيادة المضطردة في أعداد الحالات القائمة ومعدلات الانتشار في الفترة الأخيرة مرتبطة أيضا بالاستهتار والتراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وزيادة عدد المستهترين ساهم في وصولنا للأسف إلى هذا المعدل من الانتشار والارتفاع المستمر في أعداد الحالات وتبقى الوقاية هي الأداة المثلة لتجنب الإصابة بالفيروس بمختلف سلالاته وبالتالي الحد من انتشاره فالالتزام المسؤول بكافة الإجراءات هو عنصر فعال وفاعل في تجاوز هذا التحدي وحفظ الصحة وسلامة الجميع التي هي أولوية قصوى في مملكة البحرين مهم أن نركز على أن بغض النظر سواء تم اكتشاف حالات جديدة من الفيروس المتحور أو الحالات القائمة بفيروس كورونا كوفيد-19 الإجراءات الاحترازية هي نفسها ولا تختلف وبالتالي فإننا نشدد على ضرورة الاتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس الكورونا أو السلالة المتحورة منهم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا مستمرة والركن الأساس فيها هو الوعي المجتمعي الذي يتطلب إلى جانب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المبادرة إلى أخذ التطعيم المضاد للفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر